كما قلت لكم كان الفيروسات الموسمية مرتبطة بالموسم ولكن ما ننسوش بأن الفيروسات موجودين طول العام طول المواسم عندك في الخريف اللي أنا الموسم التعناه كان بعض الفيروسات بين قوسين عندهم تخصص في البرد وما ننسوش حاجة أخرى باللي النوعية تعل الفيروسات في الخريف نسميهم الفيروس آيريا يعني الفيروسات الهوائية مش حبي يقول الهوائية تنتقل بالهواء واش أرطيبات مع البشر احنا نتنفسه لهواء كي بأنهم موجودين في الهواء كي نتنفسهم يقيسوا الجهاز تنفسي الجهاز تنفسي يبدأ بالنيف والحلق والرياتين والقصبات الهوائية والرياتين الرياتين المرحلة الخطيرة إذا الفيروسي الحق للرياتين ثمك خطيرة يشكلوا ربما ربوا بعدها أتفكروا الكورونا فيروس وأنا نقول الحمد لله اللي رب يبعدتنا جائحة الكورونا فيروس فطنتنا فطنتنا ولزمت المواطنين والمجتمع والأطيبة لزمت يفسروا واشن هذا الوضعية اللي أنا فيها نتنفسوها من نيفنا كاين تمكت صرا دوك يجي الوقت هذا لا قريب يقول لك نيفي رامبوشي ولا نعطس هنا نفتح قوسين عندهم أهمية إذا بندم نيفو نبوشي طول العام مسدود نيفو مسدود يقول لك طول العام هذيك ما عندها حتى علقة بالفيروس هذيك حساسية ولكن في الموسم كل الناس عادين يقول لك نيفي رامبوشي نيفي رويسيل راني نعطس هذيك سببها فيروس أعراض تعالى قريب الآن ينأكد ونعاود حول النيف مسدود مبوشي إذا مبوشي طول العام يقول لك أنا طول العام ونيفي مبوشي ونعطس هذيك ما عندها حتى علقة بالفيروس ولكن إذا واحد خاطيه يعني خاطيه بالمفهوم الشعبية يعني مبلي بالحساسية هذيك الوقت الفيروس كي بدان يفينسيل ويعطس وهذيك يحب يقول بأن الفيروس بدأ نعم الفيروس ما تنساوش ونأكد في هذا الموسم كان نوعه تعل الفيروس الفيروسات الهوائية يتنقل على التاريخ نفسه في فصل شيطا